محمد عبد المنعم يفشل في الاحتراض دي النغمة اللي بدأ يكررها البعض من متابعي كرة القدم والبعض من جمهور الرياضة ان محمد عبد المنعم خلاص مقدرش نوع يزبط تواجده في الدوري الفرنسي ومع نادي نيس الفرنسي وفشل وهو كان عبارة عن فقاعة هنا في نادي الاهلي والدوري المصري والاعلام اللي مكبره واستوانة كده الحقيقة ملهاش اي تلاتين لازمة على الاطلاق طيب تعال نقش الموضوع كده بمنطقة البساطة ونقول مع بعض كده اي اهم النقاط اللي ممكن نقولها في موضوع محمد عبد المنعم طيب رقم واحد الناس طبعا ربطت الكلام اللي احنا قلنا لحضراتكم ده بفكرة ان المدير الفني اللي كان له بعض التصريحات وقال ان الدوري المصري غير الدوري الفرنسي ويعني الدوري الفرنسي المنافسة فيه مختلفة والحكاية والرواية فبالتالي هو لازم ياخد وقت طويل على ان هو يتأقلم مع نادي نيس فيعني مش جاهز بنسبة 100% ان انا اعتمد عليه بشكل كبير وهياخد وقت على ما يتأقلم ويبدأ بالتدريج يدخل فيه التشكيل استنتجه على طول الناس ان هو فشل فيه الاحتراف انا بسأل الكلام في منقاط بسيطة جدا الا وهي لازم بنسبة 100% تضع في الاعتبار ان فيه عوامل كتيرة جدا 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 مختلفة ما بين الدولتين وما بين الدوري هنا والدوري هنا طبيعي جدا ان محمد عبد المنعي مش تقصير منه على الاطلاق انه ياخد وقته على ما يندمج وياخد وقته على ما يدخل فيه اجواء الدوري الفرنسي انت بتتكلم فيه هنا الاجواء والاعلام والضغوطات في النادي الاهلي مختلفة عن الاجواء والاعلام والضغوطات في النادي نيس انت بتتكلم عن طبيعة الجو نفسه في اوروبا غير عندنا هنا في مصر في افريقيا انت بتتكلم عن اللغة خلي بالك التفاهم صعب جدا برضو اللغة الفرنسية يعني ممكن اللغة الانجليزية الى حد ما كلنا عندنا نسبة مقبولة من اللغة الانجليزية لان احنا درسناها في المدارس وبنتفرج على افلام وهكذا والحكاية فعندنا معرفة باللغة الانجليزية عن مثلا الالماني الفرنساوي بيبقى محتاج ان انت تتعلمه فبالتالي خلي بالك برضو فكرة التواصل مش هتكون قوية فده برضو يأثر على اللعب خلي بالك برضو من نقطة مهمة جدا انها مش تقليل مننا لان انا ما بحبش النغمة بتاعت الدوري الفرنسي اقوى بكتير من الدوري المصري طبيعي الدوري الفرنسي وفي الطوب فايف فالطبيعي الدوري الفرنسي طبعا دوري قوي بس هكلمك في نقطة برضو ممكن يبقى البعض مش واخد باله منها وقابة تكلم فيها بمنتهى الجرأة يعني الدوري المصري عندنا خلي بالك محمد عبدالمنعيم ده كان بلعب في النادي الاهلي النادي الاهلي ده واحد من افضل الاندية ان لم يكن في اوقات كتيرة جدا هو افضل نادي في القرى الافريقية في الوطن العربي بحكم الالقاب اللي بيحققها وبحكم الانجازات اللي بيحققها مش مجرد كلامه وشعارات وخلاص الراجل ده متعود انه مين بيقدر يهاجم النادي الاهلي مين بيقدر يضغط النادي الاهلي مين مين مسلا بيجي له ماتش من الماتشات افتكر كده ان الفريق الفلاني ده كان فاضل ضغط النادي الاهلي والنادي الاهلي بيدافع التسعين دقيقة مفيش لان النادي الاهلي متعود انه لازم هو اللي بيهاجم دايما هو اللي بيهاجم حتى لو بيلعب فرق كبيرة زي الزمالك زي بيرامدز مثلا او في القرى الافريقية الترجي والوداد وهكذا او في كاس العالم الاندية بيجي له وقت برضو حتى لو بيلعب فرق جمدة بيكون هو المسيطر واللي بيهاجم نادرا لما بتلاقي النادي الاهلي محطوط تحت ضغط فبالتالي شكلي انا كمدافع والطريقة اللي بلعب بيها والتاكتك اللي بلعب بيه في فريق دايما بيهاجم بتختلف تماما تماما عن مروح فريق زي نيس مش زي الاهلي مش زي باريس سان جرمان مش زي مارسيليا مش زي الفرق التقيلة اللي بتنافس على اللقب وبتهاجم دايما في مبارياتها فبالتالي التاكتك انا مش متعود عليه انا متعود اني بيلعب في الاهلي الهجوم دايما فبالتالي انا ليا تعليمات معينة كمدافع انما هناك انا مضغوط دايما او في مباريات كتيرة بابقى مضغوط وفي مباريات كتيرة بابقى هدفي الاول والاخير ان انا ادافع ده جزء من النحال الفنية برضو مختلف على منعم ان انا في الاهلي كنت متعود على ايه هنا لما رحت متعود على ايه في منتخب مصر احنا برضو في اغلب اوقاتنا وفي اغلب مبارياتنا متعودين ان احنا نهاجم برضو دي مختلف على محمد عبد المنعم ان انا متعود في مصر والنادي الاهلي كذا رحت على نادي كذا فجزء برضو ده تضعه في الاعتبار جدا 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 ان الشكل الخططي هيكون مختلف تماما تماما انا متعود على حاجة رحت على حاجة فبالتالي العوامل دي كلها نضعها في الاعتبار ونصبر على اللاعب وما نحكمش كده احكام متسرعة خلي بالك برضو من نقطة الحقيقة حابب اتكلم فيها محمد عبد المنعم عنده 25 سنة فسنه كويس جدا يقدر خلي بالك الطلعة اللي طلعها اول مرة طلعة صعبة برضو انك تطلع على دوري من الطوب 5 الدور الخامسة الكبار دي صعبة من الورد جدا ان هو يطلع اعارة سنة يطلع اعارة مثلا في بازل يطلع اعارة في سويسرا في بلجيكا في بازل زي مثلا محمد صلاح والنني دوريات كويسة تعتبر محطة كويسة يقدر من خلالها يتعلم يندمج اكتر بعديها ينتقل ليه يرجع تاني للنيس او لاي دوري تاني من الدوريات الخامسة الكبرى دي هتكون برضو محطة كويسة وخلي بالك محمد صلاح حصل كده محمد صلاح اول لما طلع مطلعش على ليفر بول مطلعش على تشيلسي هو طلع محطة الاول على بازل محطة كويسة جدا منها انتقل بقى للدوري الايطالي والدوري الانجليزي وقدر ان هو يزبط تواجده مع ليفر بول فاذا فكرة ان خلي بالك برضو ومحطوط في جزء صعب زي ما اتكلمت هو طالع مرة واحدة على الدوري الفرنسي لا هو ممكن يطلع اعارة وده مش فشل على الاطلاق اطلع اعارة اتعلم اكتر يعني خد خبرة اكتر محطة كويسة بالتدريج كده تاخدها سواء كان دوري بلجيكي او دوري تركي او دوري سويسري هتكون كويسة جدا وممكن ان هو برضو يرجع تاني ان شاء الله للدوريات الكبيرة وخلي بالك برضو ملحوظة في منتهى الاهمية عنده 25 سنة لو طلع مثلا اعارة سنة او سنتين بقى 26-27 ما زال برضو سنه كويس يقدر ان هو يلعب 4-5 سنين مستريح في اوروبا ودي ميزة انك تطلع في سن زي 25 او كمان يبقى افضل افضل لو تطلع اقل فدينا استنتج منها للعيبة وللاندية وللعب اللي حطت في باله الاحتراف يفضل 22-23 سنة تطلع وتروح عشان عامل السن يكون في صالحك لو مثلا طلعت اعارة سنتين 3 او لعبت في دوريات يعني متوسطة شوية سنتين 3 تبقى ما زلت برضو صغير تقدر ان انت تكمل ويبقى عندك فرصة اكبر ان انت تلعب في دوريات كبيرة دي نقطة برضو في غاية الاهمية حابت اوضحها نقطة الاخيرة اللي حابب اختم بيها لا نملك سوى الدعم دور مهم جدا 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 علينا اي لاعب محترف انا ما بوصش بقى الاهلي وزمالك مصطفى محمد من الزمالك محمد عبد المنعم من الاهلي طب محمد صلاح بيشجع مين طب مرموش بيشجع مين اطلاقا انا ببص انه لاعب مصر يطلع احترف انا دوري كمشجع اعلامي محلل اعقوده في مجلس ادارة ايا كان انا بنتمي لوسط الرياضي ازاي دوري هو المؤذرة والمساندة وان انا اشجع اللاعب بتعليقاتي على الصفحة بالكلام اللي بقوله الحاجات دي بتفرق كتير جدا مع اللاعب نتمنى له يا رب التوفيق ونتمنى ان شاء الله ان محمد عبد المنعم يسبب التواجده مع نيس الفرنسي وبالتأكيد ده هيكونش ايجابي لكرة المصرية ده كان حلقتنا النهاردة ما تنساش تكتب لرأيك في التعليقات نستنى اشوف ورود ده عليك وما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كان معكم ياسر مصباح اشوفكم الحلقة الجاية على الف خير السلام عليكم